رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدى للالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق وأشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقنا لدماء السودانية وبما يمهد الطريقة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وأشد أبو الغيط بالجهد السعودي الأمريكي في هذا الإطار وكذلك إصدافت المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات